تجت مجموعة من المواطنين وسكان منطقة خربة الجيزة في شفا بدران على قيام دائرة الاثار العامة بتخريب ونقل حجارة كنيسة بيزنطية اثرية والقيام بهدمها ونقل الفسيفساء بعد ان قام صاحب الارض بطلب تصريح لانشاء مجمع سكني المواطنون طالبوا بمنع انشاء تلك الاسكانات والحفاظ على تلك الاثار مطالبين دائرة الاثار بتصنيفها منطقة اثرية تسهم في السياحة الداخلية والخارجية من جهته مدير دائرة الاثار العامة منذر جمحاوي نفى ما تردد عن استيلاء اصحاب مقالئة على حجارة الكنيسة الاثارية نافيا ان تكون الدائرة قد هدمت الكنيسة موضحا ان موظفي دائرة الاثار يعملون بجانب الموقع الاثري لفتح طريق للوصول الى بقايا ارضية فسيفسائية بهدف نقلها خشية من صريقتها ما نستغرب انه في هناك ترخيص لاسكانات والاسكانات بدأت تغزو هذه الاثار بعض هذه الاسكانات الان هي مبنية اصلا على اثار وهي ما نشاهدها امامنا بعضها كان يعني مبنية وهو مبنية على جثمان هاي الاثار اشتركوا في القناة